مرحبا بكم أعزائي متابعين وصلنا إلى الصفحة الخامسة من مادة اللغة الإنجليزية للصفحة الثانية متوسط Your project this year is to write your own English magazine مشروعك لهذه السنة هي أن تكتب مجلتك الخاصة بالإنجليزية Decide on these things in groups قرر بهذه الأشياء بمجاميع Then as a class ومثل ما كصف Number one the sections you will have in your magazine الأقسام التي سوف تتناولها في مجلة Number two the best students for the team أفضل الطلاب للفريق Number three a name for your magazine اسم لمجلتك والآن هنا قاعدة بسيطة ومعلومة Asking for a making suggestion السؤال لشيء وعمل أو تقديم اقتراحات عندما نريد أن نقدم اقتراح فمثلا نستطيع أن نبدأ بجملة Why don't we لم لا Why don't we start a magazine على سبيل المثال وضمن الدرس لم لا نبدأ بمجلة أو نستطيع أن نقول What sections shall we have أي الأقسام سنقوم بها أو سنقوم بعملها Shall we والعبارة الثالثة هي Let's أي دعنا Let's have articles about the school تعالى نقوم بمقالات عن المدرسة أي أن هذه الجمل أو العبارات أو الكلمات تعتبر مثال جيد لبدء اقتراح أو عرض فكرة معينة فهي تتضمن نوع من تقديم اقتراح ونوع من الرجاء وأيضا طلب فهو ليس أمر وإنما استفسار مع مجموعة من الأصدقاء فالجمل هي Why don't we لم لا و Shall we سنفعل وسنقوم ب و Let's دعنا والآن لنبدأ الصفحة السادسة Unit 1 Lesson 3 الدرس الثالث من الفصل الأول An Interview مقابلة This is the student's first interview for their magazine هذه هي المقابلة الأولى لمجلة الطلاب Read it اقرأها and find words واجد كلمات that mean the following والتي تعني التالي Number 1 Famous تعني مشهور في العربية ولكن هنا يريد المعنى بالانجليزية ومعنى famous هي Well known أي الكلمة المرادفة لها هي Well known أي أنه معروف جدا Number 2 The opposite of To like Axe To like Axe يحب أو يعجب هي Dislike لا يعجب أو لا يحب Three The opposite of polite عكس مؤذب Impolite غير مؤذب A road round a town طريق حوله المدينة هو Ring road يسمى Ring road أي طريق الحلقة أو الطريق الدائري أو الطريق المدور والآن لنقرأ معا هذه المقابلة Meet a local personality التقي بشخصية محلية Local محلية personality شخصية This month هذا الشهر We talked To Jack James تحدثنا To إلى Jack James إلى Jack James He runs Pizza Cabin هو يمتلك Cabinette Pizza The well-known Italian Takeaway and Cafe in the high street الوجبات السريعة الإيطالية المعروفة and Cafe والقهوة in the high street بالشارع I'm sure we've all been there أنا متأكد أننا جميعا كنا هناك many times مرات عديدة with our families مع عائلاتنا How long have you worked a pizza cabin Mr. James لكم أو كم هي المدة التي عملت بها بكابنة البيزة يا سيد James يجيب السيد James I've worked in the cafe for ten years عملت بالكاف لعشر سنوات but I've lived in Ash Bay since I was born لكنني عشت بمدينة Ash Bay since I was born Do you enjoy your work هل أنت مستمتع بعملك I enjoy some parts of my work أنا أستمتع ببعض الأجزاء من عملي I don't enjoy cleaning up أنا لا أستمتع بتنظيف when the cafe closes عندما تغلق الكاف What do you like doing in your spare time ماذا تحب أن تفعل بوقت فراغك I love painting أنا أحب الرسم أو الدهن أو الطلع What things do you dislike doing ما الأشياء التي لا تحب أن تفعلها I don't like washing up أنا لا أحب الغسل I have to do that at work أنا يجب علي أن أفعل ذلك بالعمل And I hate gardening وأنا أكره البستانة It's very hard work إنه عمل صعب أو متعب جدا But we have a beautiful garden لكن لدينا حديقة جميلة Because my wife loves gardening لأن لأن زوجتي تحب البستانة What kind of people do you like and dislike أي نوع من الناس تحب ولا تحب I really like people who are polite أنا فعلا أحب الأشخاص المؤدبين And ask for things nicely والذين يسألون أو يطلبون الأشياء بلطف I don't like people who are impolite and short أنا لا أحب الأشخاص الذين هم غير مؤدبين ويصرخون What's your favorite food ما هو طعمك المفضل Italian food Italian food الطعم الإيطالي of course تأكيد pizza and pasta and pizza but I also like some English food لكن أنا أيضا أحب بعض الطعام الإنجليزي like fish and chips مثل السمك ورقائق البطاطا What's your favorite TV program ما هو برنامج كالتلفزيونية المفضل I watch all the programs about cooking أنا مشاعر كل البرامج عن الطبخ My favorite one المفضل لدي is is a taste of the sea طعم البحر I always learn I always learn something أنا دائما ما أتعلم شيئا ما Do you have a suggestion Do you have any suggestion for making the town better هل لديك أي اقتراحات لجعل المدينة أفضل There are too many cars هناك الكثير من السيارات In the town center بمركز المدينة Why don't they build Why don't they build a ring road لماذا لا يقومون ببناء طريق حلقي أو طريق دائري Now الآن Answer the questions أجب الأسئلة In your activity book بكتاب النشاط وهذا سوف ندرسه في وسوف نقوم بحل كتاب النشاط للفصل الأول بعد إكمال شرح الفصل الأول بالكتاب